موسيقى 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 يعني بannonت القاسرين موسيقى موسيقى حفو خارفة حواجتين الكاثرين نفاها احساس عالي بالضيم و بالقهوة و اولوياتها في التنمية و في انه تتعطل لها جهود كبيرة مهمة يسرع علاش? مش نربطها بنقطة الارهاب صحيح سيدك رئيس الجمهورية اليوم و بمقتض الدستور انت المؤمن الوحدة الوطنية الوحدة التراب والسلامة و انت القاعد او سيدك القاعد لالا القوات المسلحة خلينا نكون واضحين صرحة مع بعضنا نحن نتوانسة و عمنا مشروع وطني الجاثرين تنجب تكون مدخل مرعب من تونس والوضع الامني فيها سببا وهناك يمكن رحلة من الاطراف التي تسعى للتوتير الأوضع في الجاثرين والجاثرين تنجب تكون بوابة مشباهة والمداخل المسائل مشباهة لتونس ولذلك الاهتمام الامني الاهتمام الاقتصادي والاجتماعي بها فيه تقديري اولوية وطنية ومهم ياسر سيد الرئيس معناها سيادتك تنجب 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 الجانب هذا ونعرف أن عندكم مجهودات في الاطارة ذاية ولكن بالفعل الجانب الاقتصادي باجتماعي والجانب الامني مهم ياسر لأنه معناها القسرين اليوم محطوطة تحت لينين الرهابيين محطوطة تبقى جبالها تحت القصف معناها أهليها عندهم احساس بالقهر وبالضايي منهم يحس في روحة تقدموا تضحيات وشهداء والآخرين وليذلك معناها سيد الرئيس أن يكون أولوية وطنية هذا في صارة القسرين وفي صارة تونس الكل سيد الرئيس أيضا كما سي أيمن نحن نشكرك على هذه المبادرة لنا وعدنا اليوم في الكسرين ثمانية نواب بمختلف أحزابهم تعرفني وليد البناني من من كتلة النهضة وحزب النهضة اليوم نحن عايشين توافق على المستوى الوطني وحتى نحن نحن على المستوى الكسرين الآن توافق وهذا مهم جدا في أنه نحن غادي كمجموعة نتمثل القسرين بمختلف أحزاب نكونوا نعطوا إشارة جيدة جدا على خطر من نحن من ناحيتنا نحن كاليوم أنت قبلتنا بمناسبة معناها انتلاق الشرارات الثاورة في البوزيد وطلبت واستقبطت لجماعة البوزيد نحن اليوم رنجيك أيضا نحن نهار ثماني عدنا يوم الشهيد وقاعدين نحضر له تحذير كبير والمبادرة أنه كنا نجول السيد الرئيس قبل بشي يبعث شكولي مثله من ثمثيل ما نها عنده قيمته حتى لدى الناس غادي لأنهم نهاس يشوفون ممثل مثلا الممثل الشخصي للرئيس مثلا يكون عندها قيمة من ناحية ومن ناحية ثانية رمزيا هو اعتراف ضمني بأنه الاستحقاقات التي تجبت الثورة الكسرية كانت عندها مساهم جميع وكيف تجي على المستوى التمثيل الرسمي للمؤسسات الدولية مخاصة لرئاسة الجمهورية يكون عندها معنى كبير ونحب نحن نعرف صلوحياتك في الدرسور ونعرف أيضا إمكانية البلاد ونعرف لكن عادنا حاجة نحب أنا مثلا نحب نبلغ علي الدولة عندها فكرة في أنها تميز إيجابيا هذه الجهات ولكن دائما يسلين كان فيها 2020 2025 معنى أننا عدنا شباب بشي يقول نسلنا خمسة سنين أخرين العزلة معنى عدنا جهات مع الزلالة فكالمدة هذيك مش في ثقار هذك 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 سيد رئيس فنحنا نحب من ناحية الإرادة السياسية في أنه الدولة الإرهاب حتى واحد ما هو جاهد غادي لا من الخارج لا من الداخل ولكن الدولة معنى في كيفية هذا التمييز الإيجابي نظرتها كيفية لي نحن عدنا أكثر من حداشنا ألف صاحب شهادة عليا بطاق أكثر وعدنا وعدنا وعندنا هذك هشوف القصريين أنتك تقول 11 ألف رب وليس 30 ألف مش شوي منهم 53% سعر منهم 53% سعر وبنسبة المؤشرات متاع 200% في كل شيء منهم نحن 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 عندما نحن 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 لا 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 نحتميش بالصلاحيات الدستورية في هذه الأمور هذي شوفوا دعنا نحن أنتم تنتمي إلى حساسيات سياسية مختلفة أنتم كلكم نواب تسليم بالنسبة لي أنا أنا نتعامل مع النواب بدون ما ننظر في أي حساسية هؤ لأنني أنا دستورية ما أشعندي حساسية سياسية بالرغم اللي نتدخل في الأمور هذه نتدخل للمسلحة العامة نتدخل المستوى نائب نائب الشعب هو مسؤولية كبيرة وراه مستوى كبير أنتم لا تعرفوا الأوضاع لا تعرفوا أوضاع الدولة لا تقلبوا مستحيل لكن أنتم على الأرض عارفوا خير من يعني عادة إننا نحبوا نعمل حاجة سعب تشيروا لا ما هذا يشتغل قال لأن لا يشتغل الممكن تشيروا عليها بحاجات مربوطة وطم تعرفوا الممكنة وشكونوا لي مش ممكن خلي نعطيهوها أولوية لأن أنا شاعر وأنا المواطنين في بسرين وفي غير بسرين يعني ستمية خمسين ألف بطأ لأن إذا كان نشوفوا يعني الناس اللي يتوهم يمشين في داعش وفي خير داعش وثم برشة منهم من عندنا نحن الصغير عنده شهادة وما عندهش خدمة وثم يعني الصيادين في الماء العكل اللي يجيبوا ويغريوه بفلوس ويغريوه بكذا مبشراً هو ساعة يعني يعني إذن نراعيوها الحالة هذه أنا في تقديم لحب المواطنين اللي هما بطلين اللي هما صغار اللي هما اللي هما يشعروا بالأحباط يجب يشعروا وأن الدولة هي متاحهم اللي هما يعني شعر بوجوده ثنين يعني مستعدة بشتقوه بما يجيب القيام به حتى يشعروا هما وأنا مهتمين بهم أنا نعرف اللي ما وش بي يعني تقت واحد بش نعطه الشغل لسكل لكن زادة ينزم بالأس هما يعرف اللي هما اللي هما شعرين بأنهم ما عندهمش أمل اللي بلاد ما يعرفواش صحيح واحد عادته وقالي ألعب لي ما عبقت للسوق السبوعية وكذا والأولاد يقرعوا يمشيوا في الطبعة وعلى سقيهم وفي البرد ويعمل خمسة ستا كيلومتر أنا بعطيهم مسكولاتيات كمانا أنا نشريتهم ثم ترسل على الأقل يا أخي يشعروا أن يروا تفكروا فيهم لا غير الحياة من كلها ولكن تم شعور كما كان يقول أخ وكوناس كمانا وكوناس لا لا يجبنا يحبهم يسعروا أن لا يبيهم لكن خلينا ننشيوا بالمرحلة تم حاجات تكيدة اللي نجمنا عملوها واللي الدولة ما تتخلص يعني فاقد الشيء اللي يعطيه أنا لديش الإمكانيات لقاهم الإمكانيات تدير الإمكانيات متوارعة كما هالأمور هذية هالما شيء لقاهم مش مسألة مستحيلة أول حال يسعر نحب نعمر قوص سي محمد سي محمد قال معناش إنتماس سياسي إحنا بكلنا لأ أنا عندي إنتماس سياسي فهمتني أما تحصي قف الوطن أي تحصي قف الوطن أما أنت مي الحزب معين اللي هو حزب داتونس هيا اللي هو حليفه هو النهضة نعم اللي هو متحالف مع النهضة والشيخين متعايش ومنحبت الانشاء نعم ماشحبك كلكم مع معقد ماذا داشت ندخلوا على الجابة سحب على الجابة الشعبية كنت لك أمورها مريكة شوف هذا المسكلة الكبيرة يس خليلي أنا الرئيس شاب سيد رئيس واحد كبير الشايخين لا 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 أنا رفق ما بين ناس كل هو ولو الناس دي سبوني وأن ونأخذهمش لما بعثني الأعزاء أنا في بالي لك الناس اللي ماتوا أنا في بالي لناس اللي ماتوا بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد اللي بشيكون إن شاء الله نهار ثمانية جانفي في ولاية القاسرين صار اللقاء بنا وبين سيد رئيس الجمهورية سيد الأستاذ الباجي قايد سبسي وكان لقاء ثري جدا بما أننا اتطرقنا إلى مشاكل الجيهة متاعنا اللي تعاني من برشا مشاكل اللي تعاني من برشا عراقيل كذلك من أهمها الأراضي الاشتراكية كذلك حل المعمل الحلفاء اللي يعاني من تأكل المعدات متاعه كذلك تشغيل الشباب اللي تشغيل اللي هي مشكلة تعاني منها تنس الكل مشكلة الولاية متاعنا وطالبنا بترجيع الشباب على الاستثمار وهناك كذلك العديد من المناطق من المناطق يعني المعتمديات التي هي في آخر سلم الفقر كحسين الفريد والعيون والتي تعاني من فقدان الماء السالح للشراب والتنوير كانت كل هذه مطالب النواب متاعنا وإيجاد حلول المنطقة متاعنا كذلك طالب نواب الجيهة بإحداث ديوان تنمية المناطق الحدودية والجبلية الذي سيكون مقرة في ولاية الكسرين والذي سيعنى بالمناطق الحدودية لما تعانيه من العديد من المشاكل وقد تفاعل السيد الرئيس تفاعلا إيجابيا مع طلبات السيدة النواب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر